حالة من الحالات مهمة جدا جدا اللي هنقف عندها شوية كابتن ايمن ونشوف هنا الحكم المساعد سامير جمال المتميز اللي هو عمل دي ليه شوية وبعدين حسب التسلل نقف نقف شوية هتكلم من واحد في تمركز الحكم المساعد سامير جمال يا كابتن بنا تمركز هاية وانا بشيت بي دايما سامير دايما بيعرف يربط كواس اوي اوي كابتن اسامة ما بين لحظة اللاعب او التمرير وموقف التسلل هنا عندنا ايمن اشرف اعتبر اقرب وعندنا اللاعب نقولين اللي هو الاصفر هنا طيب البعض يقول ان ايمن اشرف هنا الازدراع هنا متقبل ودي مشكلة خلينا نروح للمادة 11 وبعدين هارجع تاني اللاعب هنا بنتكلم في تسلل كانت من دي المادة 11 اللي هي القانون 11 ما بنجيبش حاجة من عندنا يا كابتن جلاد طيب حد يرى ولا انا ارانا طيب بنقول ايه معقف التسلل لاي اعتبر التواجد في معقف تسلل مخالف يعني اي لعفة معقف تسلل ده مش مخالف لما ايه مخالف انت لم يبقى ايه تواجد اي جزء من الرأس الجسد او القدم في المصف الخاص بالفريق المنافس باستثناء خط المتصل تي واحد تواجد اي جزء من الرأس الجسد او القدم اقرب الى خط مرمى الفريق المنافس من الكرة وآخر تاني منافس اللي جاية دي بتاعتنا الأيدي والأزرع لكل اللاعبين كابتن عادل بما فيهم حارس المرمى ايه الموضوع ايه لا تؤخذ في الاعتبار لأغراض تحديد التسلل اذن لو لعب هنا حاطت ايده وانا طبعا بشيت بيك كابتن عادل وحنا عاديل من نتفرج قلتلي مهمة جدا جدا احنا نجيبها احنا عارفنا اه بس نجيب نص المادة 11 وانت كنت انت مصمم نحن نجيبها عشان كده احنا جيبنا كابتن ايمن نص المادة 11 بطول ايه ان الايدي والأزرع لا تدخل في التسلل للبعض اللي هو فاكر لما تبعيد كده مغطية ولكن انا شايف ان هنا نروح للحالة الهدف الملغي هو هدف ملغي بالفعل التسلل الموجود وهنا بجزء هنا الجزء هنا متقدم عن ايمن اشرف وبالتالي هنا بشيت بقرار الفار بشيت بيه قرار سمير جمال في هذه الحالة